بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل من بيت الله العتيق ومن جوار الكعبة الشريفة يتجدد اللقاء لنتدارس مع آيات هذا الكتاب الكريم القرآن والخير كله في مدارسة هذا الكتاب وتدبر هذه الآيات فهما لمراد ربنا جل جلاله الذي أنزل هذا الكتاب ويقينا بما جاء فيه ثم خضوعا وانقيادا وعملا بذلك فالخير كل الخير عندما نتعامل مع القرآن بهذه الحقوق وبهذا الأدب وبهذا التعامل العظيم عندما نقرأ كتاب الله وعندما نسمع آيات القرآن وعندما نسمع كلمات الرحمن وعندما نعمل هذه العقول التي وهبنا الله عز وجل إياها ونفرغ الأوقات لنتدبر كلمات رب الأرباب جل جلاله وعندما نملأ هذه القلوب التي سكنتها العقول ليستقر فيها اليقين والحق الذي جاء في كتاب الله عز وجل استقرار قبول واستقرار رضا واستقرار عزم وإرادة جازمة للعمل بمقتضاه وعندما تتحرك النفوس مريدة إرادة جازمة أن تحرك جوارح هذا الإنسان لينفذ ما أمر الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم فالخير كل الخير عندما نتعامل مع القرآن بهذه الأمور درسنا والذي ما زلنا نجدد العهد معكم من خلاله ما زال مع هذه السورة العظيمة المباركة مع سورة آل عمران ونحن في هذه الليلة المباركة وفي هذا اليوم فإن هذه الليلة هي ليلة الجمعة وهذا اليوم يوم الخميس وهو الأول من هذا العام بالهجري ألف وأربعمائة اثنين وأربعين فإننا نلتقي لنتدارس آية أطلق عليها العلماء بآية المحبة وهي قول ربنا عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فهذه الآية الكريمة التي سماها بعض العلماء بآية المحبة نقف معها نتدارس حول الكلمات التي تضمنتها قل كما مر معنا في آيات هذه السورة التي سبقت هذه الآية الكريمة ورأينا ورأينا كيف تكرر في هذه السورة أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله قل فكان ذلك فيما سبق قول الله عز وجل كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وأيضا قول الله عز وجل قل أأنبئكم بخير من ذلك وأيضا قول الله عز وجل فقل أسلمت وجهي لله وأيضا قول الله عز وجل وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم وأيضا قول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وأيضا قول الله عز وجل قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ثم في هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا التكرار لقوله قل وقف معه العلماء وأدركوا أن هذا التكرار يعطي دلالة على أن في تلك المرحلة من مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مراحل بناء هذه الأمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان على الإيمان الصادق وأيضا لبناء إعدادهم لمواجهة تلك الشبه التي سوف ترد من قبل أعداء هذا الدين من اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة وجاءوا منتقلين إليها رغبة في أن يكون النبي الخاتم منهم وكذلك من نصارى نجران الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عنهم صدر هذه السورة وكذلك من المنافقين الذين كانوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من كفار قريش والرسائل التي تصل إلى المسلمين في المدينة من أقوالهم مع ما كان منهم قبل هجرة الصحابة رضوان الله عليهم من مكة إلى المدينة وقضية الدين تقوم على أصل الطاعة وعلى أصل القبول والتصديق والانقياد والمبلغ عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعميق معنى الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مطلبا كبيرا لي ليكون حصنا حصينا في مواجهة الشبهات التي ترد على مجتمع المسلمين في تلك الحقبة من خصومهم وأعدائهم وكانت هذه إحدى الطرق القرآنية في بناء هذا الأمر حيث أنها تظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه وأن النبي صلى الله عليه وسلم مطيع لأمر ربه فعندما يجدون في كتاب الله أن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد يجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر ربه ويبلغ الكفار هذا الأمر وهكذا في كل ما ذكر الله عز وجل فإنهم يرون ذاك الامتثال فإذن أيضا يستقر في نفوسهم أن طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي طاعة لله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أمره الله ويفعل ما أمره الله جل جلاله فلذلك يتأسس هذا الأصل العظيم ويكون هذا الأمر طريقة قرآنية في تأسيس هذا الأصل العظيم وهو أصل الطاعة لله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الآية كما قلت سماها بعض العلماء بآية المحبة وقضية المحبة إذا وقفنا معها وقد مر معنا من خلال آيات هذه السورة وأيضا آيات سورة البقرة مواطن وقفنا فيها مع قضية النفس البشرية والمحرك لهذا الإنسان وأدركنا أن قوة الحب والمحبة هي القوة المحركة لهذا الإنسان نحو الفعل والحركة فالإنسان حارث همام تدفعه قوة الحب لتحصيل النافع ودرء الضار عن نفسه وأيضا أنه بالنظر في كلام العلماء في قضية المحبة فإننا نذكر ببعض الأمور والقواعد التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بقضية محبة الله جل جلاله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العلماء بتدبرهم لكتاب الله عز وجل أدركوا أن جماع القرآن هو الأمر بهذه المحبة الواردة في هذه الآية التي هي محبة الله جل جلاله محبة الله جل جلاله وتلك المحبة التي تستدعي وتستلزم الطاعة لله عز وجل والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن الذي من قرأه أدرك أن الخيط الناظم لآيات القرآن إنما هو العلم بالله جل جلاله وأن الثمر الكبرى من وراء هذا الخيط الناظم العلم بالله عز وجل هي هي محبة الله سبحانه وتعالى وأن لازم تلك المحبة طاعة الله جل جلاله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هذه قضية وقضية أساس فيما يتعلق بقضية المحبة أيضا أن أصل المحبة المحمودة التي أمر الله عز وجل بها وخلق خلقه لأجلها هي ما في عبادته وحده جل جلاله لا شريك له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وأن تلك العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذل وأيضا قضية المحبة أنه ليس هناك شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده جل جلاله وأيضا أن المحبة والإرادة هي أصل كل دين سواء كان دينا صالحا أو دينا فاسدا فالمحبة والإرادة هي أصل كل دين فلذلك أصل هذا الدين محبة الله الدين الحق أصله محبة الله جل جلاله أيضا أن محبة الله جل جلاله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على درجة على درجتين الأولى الدرجة الواجبة وهي ما يعبر عنها العلماء بدرجة المقتصدين والتي تقتضي أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من كل ما سواه ومحبة جميع ما أوجبه الله عز وجل وأيضا تقتضي بغض ما حرم الله جل جلاله وهذا حد واجب ثم النوع الثاني وهي المحبة المسنونة وهي عبر عنها العلماء بدرجة السابقين وهي أن يحب هذا العبد ما أحبه الله عز وجل من النوافل والفضائل محبة تامة وأيضا أن أهل التوحيد الذين أحبوا الله عز وجل وعبدوه وعبدوه وحده لا شريك له أنه لا يبقى منهم في العذاب أحد أي لا يخلد منهم أحد في نار جهنم وأيضا أن المحبة المحمودة هي النافعة وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وما ينفعه هو السعادة وأن وأن المحبة الضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء فإذن هذه معاني ومن ذلك أيضا أن محبة ما يحبه الله جل جلاله من الأعيان والأعمال من تمام محبة الله سبحانه وتعالى فما أحبه الله من الأعيان كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة عباد الله المؤمنين فهذا من تمام محبة الله والأعمال فالله عز وجل يحب ما أمر به أن يؤدى وأن يمتثله الإنسان فمحبة هذه الأمور من تمام محبة الله عز وجل وأيضا أن كما أن محبة ما يحبه الله من الأعيان والأعمال من تمام محبة الله فإن موادة عدو الله تنافي محبة الله وأيضا أن محبة الله توجب المجاهد في سبيله جل جلاله ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق فإذا هذه المعاني العظيمة المرتبطة بقضية المحبة وخصوصا عندما أدركنا كلام العلماء أن جماع القرآن هو الأمر بهذه المحبة وأن ليس هناك شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده جل جلاله أن كل دين المحبة هي الأصل فيه فإذا نجعلنا ندرك أننا أمام قضية عظيمة نحتاج أن نقف ونتدبر هذه الآية لنصل إلى فهم مراد الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله هذه الكلمات دلت على أن هناك من قال أنه يحب الله ولكنه لم يحقق مقتضى ما قال فمن هذا الذي قال وكيف أنه لم يحقق مقتضى ما قال أي أن هناك من قال أنه يحب الله أو كلمة تعطي هذه الدلالة هنا تأمل العلماء فقالوا أن هؤلاء هم اليهود الذين قالوا كما قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ومنهم من قال بل هم النصارى الذين قالوا إنما نعبد عيسى حبا لله عز وجل ومن العلماء من قال أن الذين قالوا ذلك كفار قريش عندما كانوا يعبدون الأصنام وعندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك كانوا يقولون إنما نعبدها لتقربنا إلى الله زلفة ومن العلماء من قال أن هذا الخطاب يشمل هؤلاء كلهم وأيضا كل من يقول هذه الكلمة أنه يحب الله ثم لا يحقق مكتظاها على وجهه الصحيح قل إن كنتم تحبون الله قلتم تلك القولة وخرجت من ألسنتكم تلك الكلمات التي تريدون أن تخبروا أنكم تحبون الله وأن هناك دلالة على حبكم لله عز وجل فكانت هذه الآية هي الحكم وهي الميزان من هو الصادق في محبة الله من هو الذي وافق عمله قوله لقد بيّلت الآية هذا الميزان ووضحت ما هو الأمر الذي إن قام به الإنسان وامتثله الإنسان عندها يكون قوله صحيحا فيقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله قل هنا من المخاطب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بلا خلاف أي قل يا محمد للناس قل لهؤلاء الذين قالوا لك نحن أبناء الله وأحباؤه وقل لهؤلاء الذين قالوا لك إنما نعبد عيسى حبا لله والذين قالوا لك أنهم يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفا قل لهم إن كنتم صادقين فاتبعوني يحببكم الله إذن هذا القيد هذا الشرط الذي أخبر الله عز وجل عنه هذا هذا هو دليل الصدق لمن قال أنه يحب الله أنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من يقول أنه يحب الله فهو ادعى لنفسه مرتبة عالية وأنه أخبر أنه أوصل نفسه إلى تلك المنزلة الرفيعة ولذلك احتاج أن يخبر عن علامة الصدق فجاءت هذه الآية لتبين أن علامة الصدق على من يقول أنه يحب الله جل جلاله هي أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبعه في جميع أحواله أن يتبعه في أقواله وأفعاله صلوات ربي وسلامه عليه أن يتبعه في أصول الدين وفروعه أن يتبعه عليه الصلاة والسلام في الظاهر والباطن أي في ظاهر المتبع وفي باطنه فلا يكون اتباعه في الظاهر دون الباطن ولا يكون اتباعه للنبي صلى الله وسلم في الباطن دون الظاهر وأيضا أن يكون اتباعه له في المنشط والمكره إذن هذا هو معيار الصدق الذي أخبرت عنه هذه الآية الكريمة وهنا من العلماء من يقول أن هذه الآية ارتباطا بما قبلها أنه انتقال من الترهيب إلى الترغيب على طريقة القرآن حيث ما سبقها من الآيات في قضية أمر الموالات وأن الولاء لله جل جلاله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وكيف أن الله سبحانه وتعالى أخبر في تلك الآيات السابقة أخبر عن الثمر التي تجنى من موالات غير المؤمنين وهي أنه من فعل ذلك ليس له من الله في شيء فلذلك قابل هذا الأمر بهذا الترغيب للذين يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قوله فاتبعون فاتبعون إذن هذا هو الميزان فإذن بعد أن فطم أهل الإيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فطمهم بتلك الآيات من موالات الكفار ظاهرا وباطنا بما اقتضى القصر على موالات أهل الله جل جلاله لنفيه من تولى الكفر عن أن يكون في شيء من الله فهنا نجد أن هذا المعنى العظيم حقيقة ببيان هذا المعيار الذي يدل على صدق تلك الدعوى أن يقول الإنسان أنه يحب الله جل جلاله فإنه يرجع إلى موقفه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا يظهر لنا أن تكرار قول الله عز وجل له قل 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 سيكون دافعا كبيرا نحو هذه الاستجابة والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام طاعته طاعة لله عز وجل وقبول وقبول ما جاء به وقال وأخبر هو قبول ما جاء من عند الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر ربه عز وجل فإذن هنا والله عز وجل يضع للناس هذا الميزان الذي يستدلون به على صدق دعواهم بأنهم يحبون الله وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم من خلال الآيات الماضية أن من أمروا بطاعته إنما هو المبلغ عن ربه عز وجل فطاعته طاعة لله عز وجل وهذا أعظم حقيقة ما يؤسس في نفس الإنسان القبول المطلق لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهنا أيضا يظهر من خلال ذلك يظهر أولا مكانت مكانت البلاغ عن الله عز وجل ومكانت النبوة والرسالة ثم مكانت بعد ذلك من يبلغ علم النبوة وعلم الرسالة وأنه بالدرجة العالية عند الله سبحانه وتعالى حيث نجد هنا أن الله عز وجل جعل مصداق دعوى محبة الله أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ثمرة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحب المتبع واضح فلذلك الأولى أن الدلالة على صدق دعوى الإنسان أنه يحب الله أنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ثمرة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن الله يحب هذا المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرق عظيم بين أن تحب الله وبين أن يحبك الله والسعادة كلها في أن يحبك الله والخير كله والفوز كله والشرف كله أن تكون ممن أحبه الله عز وجل فإذن مكانة البلاغ ومكانة علم الوحي ومنزلته عند الله جل جلاله وتقدمه على غيره من العلوم هذه قضية ثانية وقضية ثالثة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاغه حيث أن الله عز وجل أثنى عليه من خلال ذاك التكليف بأن يقول له قل وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وقال كما قال الله عز وجل فهذا ثناء عليه لذلك الله عز وجل يكلف المؤمنين باتباعه ويجعل اتباعه معيارا على صدق الدعوة ممن يقول أنه يحب الله ويجعل اتباعه ثمرته أن يكون هذا المتبع محبوبا عند الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله وأيضا يعطينا دلالة على أن نرفع في أعيننا وفي قلوبنا المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته وهديه لأنه جاء بعمل ظاهره إن صدق باطنه مع هذا الأمر الذي ظهر منه فإذن هو ممن أحبه الله عز وجل وكما قلنا أن من تمام محبة الله محبة وحب وحب ما يحبه الله من الأعيان والأعمال فالله يحب المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن نحن نحب ونرفع من قدر من رأيناه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون قدره في نفوسنا على قدر اتباعه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله فالله سبحانه وتعالى حبه لعباده أخبر عنه في أكثر من آية في كتابه الكريم يحبهم ويحبون ولذلك لا أحد لا أحد من الناس حبه لله كحب المؤمنين وهذا بإخبار الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله ولا أحد يحب شيئا محبة هي الأكمل والأتم والأعظم والأعلى كمحبة المؤمنين لربهم عز وجل فلذلك نجد أن المؤمنين يصلون في محبتهم لربهم عز وجل إلى أعلى معاني الحب وهي الخل ما بلغه خليل الله إبراهيم عليه السلام وخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم وهي أعلى درجات المحبة فهذه الخلة هذه الخلة إنما كانت من هذين الإمامين لربهم جل جلاله فاتبعوني يحببكم الله وهنا مسألة أن هذا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستلزم أمرين الأمر الأول العلم بهديه صلى الله عليه وسلم العلم بذلك الأمر العلم بذلك الأمر والأمر الثاني يستلزم معرفة طريقة تطبيق تلك المعرفة لذلك لا بد من المعرفة الحقة الصحيحة ولا بد أيضا من معرفة التطبيق الصحيح ولذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو رد فإذا الإنسان لن يكون صادقا في دعوة حتى يتبع الشرع المحمدي والدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك في جميع أقواله وأحواله وأنه يستلزم تعلما لذلك العلم في صورته النظرية ويستلزم تعلما لذلك العلم في صورته العملية وعندها يكون الإنسان متبعا ولذلك ليست قضية الاتباع أن يحدث الإنسان من عنده شيء ويقول أنني أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الأمر يستلزم هذين الأمرين العلم بما قاله صلى الله عليه وسلم ثم العلم بطريقته عليه الصلاة والسلام في تطبيقه صلوات ربي وسلامه عليه فإن فارق هذين الأمرين فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو رد فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وهنا ندرك عظمة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وشرف هذا الأمر حيث حيث أنه أنتج هذه الثمر الطيبة التي أعظمها أن الله عز وجل يحبك ثم ويغفر لكم ذنوبكم أي ما كان منكم قبل امتثالكم وقبل تعطير أنفسكم بهذا القيد وبهذا الميزان فما كان منكم فإن عدتم وامتثلتم فالله عز وجل يغفر لكم ما كان منكم ويغفر لكم ذنوبكم وهنا حقيقة أيضا مسألة نحتاج أن نذكر بها وهي أن الله عز وجل إذا أخبر عن غاية وجعل لها طريقا فلا بد أن نتيقن أولا أن هذا الطريق المذكور إن سلكناه بحقه سيوصل إلى تلك الغاية بيقين لأن الله عز وجل أخبر أن هذا الطريق يوصل إلى تلك الغاية إن سلكه الإنسان ولم يصل إلى الغاية فلا يعني أن الإخبار لا يتحقق لا يعني الإخبار أن الوسيلة لا توصل إلى الغاية لا وإنما أن المؤدي لذلك الأمر لم يؤده بحقه وهو قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإذا نأخذ أن الله عز وجل إن ذكر غاية أو ثمرة ونتيجة ثم ذكر لها طريقا يوصل إليها فلا بد أن نتيق بأن هذا الطريق يوصل ولكن عندما يؤدى بحقه وشرطه وعندما يمتثل الإنسان ما ذكر الله عز وجل في هذا التنفيذ لهذا الأمر فإنه سيوصلك إلى تلك الغاية فالله عز وجل أخبر أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم موصل إلى محبة الله وموصل إلى مغفرة الله لذنوب ابن آدم لهذا الإنسان فنقول إذن هذا طريق يقيني يوصل إلى تلك النتيجة ولكنه لا بد ماذا لا بد من امتثال الشروط المطلوبة في تحقيق هذا الأمر ولذلك نجد هذا الحديث النبوي العظيم يعطينا الدلال على هذه الفائدة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقول النبي صلى الله سلم لذاك المصلي الذي صلى ولكنه لم يؤدي الصلاة كما فعلها النبي صلى الله سلم وأداها فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل مع أنه أدى حركات المصل لكنه هو لم يمتثل بما هو مطلوب منه في أدائه ذلك الأمر لذلك أثر في قبول العمل ومن ثم سيؤثر في وصوله إلى تلك الغاية إلى تلك الغاية فإذن نقول عندما أخبر الله جل جلاله بقوله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فنقول طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق يقيني يوصل إلى محبة الله ومغفرة الذنب إذا حقق الإنسان الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته الصحيحة وأن هذا الأمر يستلزم ماذا كما قلنا يستلزم علم بذلك الأمر ثم علم بطريقة التطبيق لذلك الأمر فعلم بأن الصلاة هي من طاعة الإيمان بأنها ركن من أركان الإسلام من طاعة النبي صلى الله وسلم واتباعه ثم أن يؤديها الإنسان كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فيذكر الله عز وجل باسمه الغفور وباسمه الرحيم وما في هذين الإسمين من بث الأمل في نفس المذنب وأنه إن استغفر ربه ورجع إليه فإن الله عز وجل يغفر له لأنه غفار وأنه إن رجع إلى ربه واستغفره من ذنبه سيغفر الله عز وجل له لأنه سبحانه وتعالى رحيم وأيضا هنا في قوله والله غفور رحيم إشارة أيضا إلى أن كل ما ترتب عن عدم الالتزام بهذا الميزان وحصل من الإنسان في أي باب فإنه متى ما رجع فالله عز وجل يغفره له لأنه كما قلنا أن الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في جميع أحواله فإن الإنسان يطيعه في أقواله وفي أفعاله في أصول الدين في فروع الدين في الظاهر والباطن في المنشط والمكره ففي قوله والله غفور رحيم فإن سبق أن وقع منك المخالف في أي ميدان من هذه الميادين فإن استغفرت الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يغفر لك بشرط أنك جئت بعزم وصدق في الرغبة الصادقة في الامتثال واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإذن هذه الآية الكريمة التي كما قلت سميت بآية المحبة فإنها بيّنت هذا الميزان والذي حقيقا احتاج أن نحييه وأن نحييه لنزن أول ما نزن به أنفسنا وأن نراجع ما مضى من أيامنا أين نحن من هذا الميزان فكم قلنا أننا نحب الله ولكن هل وزننا أنفسنا بالمعيار الذي من خالفه فإنه بنص القرآن إذن لن يكون صادقا في تلك الدعوة فالقرآن كذب كل من ادعى محبة الله ثم لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعوة من قال أنه يحب الله ولا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعوة وهذا أيضا ما قرره العلماء وأخذوه استنباطا من هذه الآية لأن الله سبحانه وتعالى قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذن من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحبه الله وهو غير صادق في دعوة لأنه لو كان صادق في دعوة الثمر أن يحبه الله فإذن أثمر كما أن الاتباع دل على صدق الدعوة وأنه يوصل إلى الثمر فعدم الاتباع دل على كذب الدعوة وأنه لن يوصل إلى الثمر العظيم هذه فن فنقيس أنفسنا على هذا الأمر والحذر أن الإنسان يخادع نفسه خصوصا وأننا نجد في القرآن أن فئاما من الناس يأتون يوم القيامة وقد عملوا ولكنه لما فارقوا هذا الميزان فبماذا يواجهون كما قال الله عز وجل في القرآن وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وكما قال الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة كانت تعمل في هذه الدنيا والنتيجة ما هي تصلى نارا حامية لأنها لم تفعل هذا الميزان ولم تحاكم نفسها على هذا الميزان فلذلك كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريق المحمدي فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والهدي المحمدي عليه الصلاة والسلام فعندها سيكون صادقا في دعواه أما بدون ذلك ثم أيضا عندما ننظر إلى الناس ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن هذا الأمر سيضعف ويقع الخلل في أمته في هذا الميزان عندما قال ويخبر عن زمن سيكون فيه أن يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما أحسنه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان عندما يبدأ الناس لا يحيون هذا الميزان ولا يكون التقويم وفق هذا الميزان فهناك إشكال فلذلك حاجتنا إلى أن نعود لنحيي هذا الميزان مع أنفسنا مع أولادنا في بيوتنا مع من حولنا من الناس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته إنه جواد كريم سميع مجيب نسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا هذا القرآن وتلاوة القرآن والتدبر في القرآن وأن يحبب إلينا الامتثال لأمره جل جلاله الذي جاء في القرآن أن يحبب إلى نفوسنا ذلك كله وأن يعيننا للقيام بهذا الحق بصدق له جل جلاله بلا بدون رياء وإنما طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر